المدرب اللي ييجي كمان لازم يكون هو عارف امكانيات لعبة منتخب مصر ايه يعني دايما المدرب لما اجي انا اكون بمسك منتخب انا بشوف الادوات اللي عندي ايه وبحط الخطة عليها يعني عايز اقول لحضراتكو المانيا قالت من اول المنتخبات من المنتخبات النشئين للمنتخب الاول طريقة لعبة واحد هنتفق عليها اربعة اتنين ثلاثة واحد فما ينفعش ما بقلومش كابتن شوق غريب ولا بقلوم اي حد ما ينفعش ان الكابتن شوق غريب بيلعب في الاولمبياد بطريقة تلاتة اربعة تلاتة والمنتخب الاول ييجي مع كروش او مع كابتن حسام البادري اللي كان بيلعب اربعة اتنين ثلاثة واحد وبعدين ييجي كروش يلعب لا انا ولا تلاتة ولا بلعب بتلاتة ولا بلعب باثنين في نص الملع انا بلعب اربعة تلاتة تلاتة فتبدأ اللعيبة طيب حتى الاستفادة على مستوى المنتخبات الاولمبية الولد يطلع منتخب اللومبي بيلعب 3-4-3 وبعدين يطلع المنتخب الأول لا ده أنا بلعب 4-2-3-1 وبعدين يجو مدرب تاني لا يا عم أنا بلعب 4-3-3 فمش مفاجأة بالنسبة لكو إن منتخب السنغال يفوز مش مفاجأة بالنسبة لكو إن نعلق الشماعات على محمد صلاح أنا آسف ما نعلقش شماعات لحد ده جيل من اللعيبة جيل طلع عمل إنجازات في وقت كويس ولكن فيه قدرات فنية ده اللي بكلم حضراتكو عليه عدد في 2002 عدد المقايدين في الاتحاد الألماني لقرد القدم 6 مليون ربعمية وتسعين ألف عندهم 25 ألف 869 نادي تحت رعاية الاتحاد الألماني عندهم 21 لانسفير باند ده اللي هو المناطق المناطق السموها الواحد وعشرين منطقة وخمسة روجناير فورباند دوت على المستويات الدوري بنتكلم على عدد كبير جدا لو سمحتوا طول الصورة اللي بعضيها سريعا الصورة دي زي ما تكلمنا على منتخب ألمانيا منتخب أسبانيا الصورة داية اللي افتكر الصورة دي هو فوز المنتخب الأسباني بالييرو 2008 جر الصورة وصلوا الكلام ده ازاي ازاي أسبانيا خدت كاس أمم أوروبا 2008 وهي كان عندها مشكلة انها توصل جمعوا المدربين المخضرمين اللي عندهم خبرات كبيرة جدا وبدأوا يتناشوا ازاي ننهض بالكورة الأسبانية الصورة اللي بعدها 2001 و2002 بدأوا يبصوا على عناصر منتخبات الشباب والمنتخبات الأولمبية هنطور اللعيبة دي ازاي هنشتغل عليها ازاي حطوا 3-4 نمازل الثاني طريقة اللعب لازم بدأوا بأربعة أربعة اتنين وبعدين هيغيروا الطريقة بشكل مختلف كل دي فيه خطط محطوطة للمناشات ما بين قطاعات كبيرة جدا من المدربين المخضرمين اللي عندهم خبرات في قطاعات الناشئين وقطاعات الشباب في محادثات بدأ الاختيار بدأ الاختيار بالنسبة لمنتخبات الشباب والمنتخبات الأولمبية ومنتخبات الناشئين بدأ يحطوا دايرة على الملعبة المميزة والله ده منتخب الشباب أو منتخب الناشئين ده فيه ولد كويس أو النمرة 8 ده حطنا علامة عليه والولد 15 ده رأس حربة كويس حطنا علامة عليه اللي بعده لا احنا هنلعب 4-2-3-1 هي دي الطريقة اللي هتلعب بيها كل المنتخبات منتخبات أسبانيا بداية من منتخب الناشئين حتى المنتخب الأول بدأوا فيه طبعا دي كانت مباراة أو المنتخب الأسباني بدأ يحط عينه على كاسيس شابي ماركينا ثلاث لعيبة موجودة في منتخبات الشباب والناشئين اتحط عليهم علامة عشان يكونوا نوالي المنتخب الأول الأسباني اللي بعده منتخب أسبانيا أمام منتخب ألمانيا ده مباراة طلع منها بتلاث لعيبة بنتكلم على طوريس بنتكلم على تسيرجيو بنتكلم على إنيستا تخيل ده منتخب الشباب الأسباني أمام المنتخب الفرنسي كمان وصل سيز في وسط الملعب ده كمان واحد يخش معنا اللي بعده منتخب الأسباني أمام المنتخب البرتغالي لا ده كمان ظهر سيلفا سيلفا اللعيب الممتاز المتقلق دايما ظهر في الصورة يتحط جوه مع زميله أسبانيا دد تركيا الله ده حضراتكم شايفين سيرجيو راموس كان بيلعب باك يمين في منتخب الشباب وبعد كده اتوظف كسيرد باك لكن موجود البيول في نص الملعب وسيلفيا تاني كابيل ده ما بين المنتخب الأسباني ومنتخب اسكوتلندا ناس بتشتغل كل ده الجمع كل اللعيبة دي يشتغلوا عليها بوجان طبعا رأس الحربة اللي ظهر في مباراة إن منتخب أسبانيا ومنتخب إنجلترا للناشئين فخلينا نقول إن كل ده الجمع علشان آخر صورة بس لو فيه صورة كل ده الجمع لمنتخب الأسباني كل اللعيبة اللي قلت لحضراتكم دي علشان يبقى موجود في المنتخب الأسباني اللي فاز ببطولة أمم أوروبا 2008 8 لعيبة من هذا التخطيط 8 لعيبة قوام المنتخب الأسباني في 2008 الفائز بالييرو ما جاش بالصدفة زي ما احنا كنا متوقعين أو فاكرين ده نتيجة خطة طويلة جدا من 2001 لمدة 7 سنين اتفرجنا على جافي وراموس وطوريس نتيجة تخطيط كبير يا رب يكون المسؤولين سمعيني مسؤولين في الرياضة احنا موجودين واحنا تحت أمركو وزي ما كنت بتكلم نفسي يشوف بلدي في أحسن حال في كورة القدم أنا عشت 15 سنة في أوروبا لما رجعت طموحات كبيرة جدا نفس الكلام ده يتحقق هنا في بلدي وصدقوني امكانيات موجودة المواهب موجودة لكن احنا للأسف الشغل والتعب مش موجود الاستسهال هو الموجود العشوائية هي للأسف هي اللي موجودة لكن مصر تستحق أفضل من كده مصر تستحق الأفضل هنطلع لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكو مرة تانية في المحترف